هنروح لألعاب القوة ودائماً زي ما حضراتكم فاكرين احنا دائماً كنا بندي أو بنفرد وقت طويل ألعاب القوة في النادي الأهلي ليه؟ عشان الخبر اللي جاي ده هيشرح لكم قدي نادي الأهلي بيرعى وبيهتم بلعبة في ألعاب القوة كتير جداً في الآخر بيطلعوا يمثلوا مصر في منتخب الألعاب القوة بيكونوا قريبين من هما يجيهموا مدالة عندنا خماسي من النادي الأهلي الحقيقة هيشارك أو ليه الشرف إنه يشارك فيه ألعاب القوة في النادي الأهلي وخلينا استعرضهم مع حضراتكم ونقولكم كمان على البطولة العربية للناشئين تحت 22 سنة عاماً ناقير خماسي من النادي الأهلي اللي هيشارك في النادي الأهلي نجم الكبير ونجمنا الكبير إيهاب عبد الرحمن واللي كان دايماً بيبقى معنا ضيف في ده مصطفى الشريف على فكرة ضيف دايماً بيكون معنا في برنامج الأبطال إيهاب عبد الرحمن الرمح وعندك مصطفى الشريف أيضاً رمح ومحمد مجدي حمزة الجلة وإسراء أويس عدو ومصطفى الجمل مطرأة دول خمس لعيبة من النادي الأهلي في ألعاب القوة هتشارك فيه الأولمبياد فالنهاردة الخمس لعيبة دول بيتم رعايتهم جوى النادي الأهلي وتدريبهم رعاية فنية وكل شيء فطبعاً دول نتمنى لهم كل التنفيق طبعاً مع كل لعبة منتخب مصر في الألعاب القوة وغيرها بطولة العربية كمان مصر تصدرتها تحتاجها 20 سنة ولتلعبت على أستاذهاي القناة السويس بمدينة إسماعيلية ولتلعبت من 5 إلى 9 يوليو يعني خلص تنبارح بفضل الله لعيبة الأهلي بس حققوا 6 زهبيات وزيهم فضيات وخمس برونزيات يعني لعيبة النادي الأهلي بس حققوا 12 وخمسة 17 ميدالية 6 دهب 6 فضة 5 برونز عشان يداروا يساعدوا مصر في تصدر جدول الترتيب في بطولة العربية تحتها 20 سنة كل الأخبار دي بتروح في اتجاه واحد قد إيه النادي الأهلي بيرعى اللعبة خلينا أقول علعاب القوة لعبة زي هزي علعاب كتير يعني ما بتجيبش دخل لنادي الأهلي أو ملهاش يعني إنكم بييجي ممكن يعني مفيش رعاة مفيش مفيش ولكن النادي الأهلي ملتزم التزام أدبي والتزام وطني أمام منتخبات مصر إنه يرعى هلاء اللعبين والرعاية الكاملة الفنية ورعاية من كل شيء سواء أكل عقود شرب مكملات غذائية كل الكلام ده بيوفره لهم النادي الأهلي عشان في الآخر يسلم اللعبة دي المنتخبات مصر عشان تقدر تنافس بقوة على ميدليات أولمبية أو ميدليات قرية وخلي بالكم 23 سنة البطولة اللي قلنا عنها بطولة عربية النهار ده بنكلم عن 17 ميدلي النادي الأهلي طب اللعبة دي بتتمرم فين مرم جوالنادي الأهلي بتتمرم على ملاعبه بتتمرم بتحت إدارة أو إشراف كابتال ياسر داود رئيس الجهاز والمديرين الفنين كلهم اللي معاه في الجهاز فإذا النادي الأهلي نهار ده بيقدم يعني أو بيقوم بدور وطني كبير في دعم لعبتنا ولعبة منتخبات مصر